السبعة الخير عليكم مرحبا بكم معي على قناتي وقناتكم ايفا لوكس دايزا دراني عارفة باللي غبت عليكم ولكن جيتكم بالوصفة اللي شفت التعاليق بكثرة على هاد المشكل هدايا وعلى هدا قررت اني نعمل هاد الوصفة هي وصفة رائعة بسيطة في متناول جميع ونتائجها رائعة ولكن اذا ما زال ما اشتركتوش في القناة فانا ندعوكم الى الاشتراك في القناة ايضا الضغط على زر الجرس هكدا كل مرة توصلكم ايضا زر الاعجاب ان اعجابكم الفيديو اكيد هكدا ينتج الفيديو تعم الفائدة وناخدوه الاجر ان شاء الله اجمعين الوصفة التعليم هي لمشكل لخبطة الهرمونات او عدم انتظام الهرمونات عدم انتظام الهرمونات هاد المشكل هدا ضروري انه نزورو عليها الطبيب يعني الوصفات اللي رانا نمدوها ما هيش تلغي دور الطبيب اكيد ولكن عندها اعراض تكون اه واضحة واعراض تكون يعني اه نشوفوها او او نطلع عليها فقط بعد التحالي الاعراض اللي تكون اكتر شيوعا هي عندها بزاف ولكن انا رح نختصرها في الاعراض الاكتر شيوعا مثلا ممكن تكون في عدم انتظام الدورة الشهرية ممكن تكون ايضا في اه نبو الشعر في مناطق غير مرغوب فيها دهور حبوب كثيرة على الوجه فهذه فهذه الاعراض عادة ممكن ايضا تمثلنا اه الصوت ممكن خشونة الصوت فهذه الاعراض هذه هي الاكتر شيوعا في اه بسبب لخبطة الهرمونات ولكن ضروري كما قلت لكم انزوروا الطبيب عند هذه المشكلة حتى ما ندخلوش في مشاكل اخرى ومضاعفات اخرى ومشاكل ممكن احنا في غينة عنها فضروري نزوروا الطبيب اما بالنسبة للوصفة اللي نقترحها عليكم اليوم هي وصفة تقليدية قديمة استعملوها جداتنا انا شخصيا نستعملها اه واللي هي اه عشبتين فقط يعني نحننستعملو عشبتين بنفس الكمية العشبة الاولى هي عشبة القطف وبيان لاتخي بلاكس وبيان اه نقولوها ايضا باللغه الفرنسية اه 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 من قولوش لاغوش دي جاغدة لاغوش دي جاغدة هي عشبة اخرى تشبهلها ولكن ما هي صالحة للشرب ونقولوا فقط لاغوش ما غيتيم هي اللي صالحة هي القطف هي القطف الحسن الحظ ان العطارين يعرفوها بهذا الاسم يعرفوا اسم لقطف يعني بمجرد ان نقول لهم لقطف يعرفوا انها رانا نقلبوا ورانا ندوروا على العشبة النسوية هاد العشبة اللي خاصة يعني تكون لمشاكل سواء للحمل سواء لعدم انتظام الدورة الشهرية سواء للخبطة هرمونات كيوس مبايد البرولاكتين يعني هرمون البرولاكتين يكون مرتفع كل هاد المشاكل الاقطف رائعة ليهم راح ناخدوا الاقطف سواء كان طاري او جاف عادة يباع جاف راح ناخدوا هذه الصورة ديالو راح ناخدوا ناخدوا مقدار الكمية تحكميشة صغيرة او كما نقولو مقدار ممكن ملعاكتين ملعاكتين كبار من القطف بهذا الكمية هادى ملعاكتين كبار من القطف وراح انضيفوا لها العشبة التامية اللي هي عشبة صيدلية بحداتها واللي هي الميرامية وبيالعصاج الميرامية الميرامية الحمد لله هم توفرة في جميع العطارين وانا ننصح بزراعتها في المنازل لانها زراعتها سهلة وتبقى يعني على طول المواسم وايضا مفيدة لعدة مشاكل الميرامية راح ناخدوا مقدار هكذا عرش من الميرامية مع مقدار ملعاكتين كبار من من القطف راح نغسلوهم بعدها راح نوضعوهم في مقدار كوبين او نصف لتر ميناء الماء الصالح للشرب وراح ناورا نغلي الماء نغلي الماء لحين ما يغلي يعني لحتى يوصل درجة الغلايين بعدها نربي هادى العشبتين نقص للنار كامل ونغطي الماء ونغطي هادى الاناء ونخليها لمدة ثلاث دقائق فقط ونطفيها بعدها نخليها في هادى الماء حين ما تدفع تماما او تبرد تماما ممكن تناولها بلا وممكن تناولها دافيا انا ننصح بطريقتي انا بالشي بتجربتي انا اللي كنت نشربها ننصح انه نشربوها قبل النوم ناخدوا كوب واحد قبل النوم هادى الكمية راح تعطينا كوب وفنجان صغير يعني كوب وحد مقدار صغير يعني ممكن نوزعوها على يومين يعني نصف كوب اليوم ونصف كوب اليوم الثاني ومشي نشربوها يوم بيوم ما نشربوهاrie يعني للسبت مثلا نشربو كأس هذا أو نصف الأزام نشربوها نصفها الكمية نشربوها اليوم في هذا السبت مثلا في الليل نحترف بالباقي في التلاجة بعدها ما نكون وصفيناه بعدها أحد ما نشربوش الاثنين ليلا أيضا نشربوكمية اللي بقات نحضرنا يوم الأثنين نحضروا كمية اخرى ونشربوها يوم التلاتة ما نشربوها شو نشربوها يوم الاربعة او نحضروها يوم التلاتة ونشربوها يوم الاربعة وهكذا يوم بيوم يوم بيوم بهذا المقدر اللي قلته لكم يوم بيوم لمدة عشرة ايام يعني عشر كؤوس نشربوها بعدها نتوقفو تماما هدك الشهر كامل بعدها الشهر اللي بعدو نعودو نشربوها يعني كعشر كؤوس يوم بيوم عشر مرات عشر كؤوس يوم بيوم ثم نتوقفوا هذا الشهر عود الشهر اللي بعده بهذه الطريقة هذه ما عمرنا ما نشربوا أي مشروب أو محلول علاجي ما نشربوه يوميا وما نشربوه بصفة متواصلة حداني من هذا الأمر ضروري نشربوها يوم بيوم ونتوقفوا يعني لمدة عشرة أيام أو عشر كؤوس عشرة أيام يوم بيوم يعني عشرة أيام نحسبوها ثم يعني عشرة كؤوس ثم نتوقفوا لمدة شهر بعدها الشهر اللي ما راه نشربوها نفس الشيء عود الشهر كل شهر عندنا عشرة كؤوس فقط لا غير بهذا الشي هذا رح نشوفوا أنه هرموناتنا بإذن الله رح تعطينا نتائج رائعة هذه الوصفة في انتظام الهرمونات انتظام دور الشهرية أيضا في علاج مشاكل إفرازات علاج مشاكل برودة الرحم يعني عندها عدة علاجات رائعة في نفس الوقت نتمنى إن شاء الله نكون جاوبة على الأسئلة اللي أكثر شيوعا في التدخل بتاعكم وإن شاء الله يا ربي ما نطولش إن شاء الله عليكم الغيطة شكرا لكم ونتلقى إن شاء الله في فيديو آخر